فبقى فخور جدا لما بشوف مشروعات معمولة من الروبوتات عاملها فرق مدرسية أو فرق جامعية ولكن المفاجأة إن المهاردة معانا فريق من الأطفال الفريق ده شارك في البطولة العربية للروبوتات الفريق ده قدر يفوز بأفضل مشروع برمجة تحت عنوان نقل منتجات السوبر ماركت بطرق مبتكرة إيه حكاية المشروع ده بيعمل إيه بالضبط؟ إزاي ممكن نستفيد منه؟ ده اللي حيشرحه لنا أعضاء فريق روبو ديزاينر اللي نفذوا هذا المشروع خلينا نرحب بيهم الطفلة نور سامح مين نور؟ والطفلة ليلى عادل أهلا بيك يا ليلى ومعنا أيضا المهندس محمد طارق مدرب علوم وبرمجة الروبوتات أهلا بيكم جميعا ومنورنا في ستوديو صباح الخري مصر أهلا بيك مش مهندس يعني أنا طبعا هنسألكو أسئلة كتير بس أنا عايز أعرف المسابقة دي بتمثل إيه؟ مين شارك فيها أنا شايف لها طبع عربي هل إحنا رفعنا فعلا عالم مصر عن طريق بنتين تسعة وعشر سنين صحيح؟ تمانية وتسعة تمانية وتسعة؟ تمانية وتسعة؟ تمانية وتسعة؟ ونبذج كده عن المشروع هي البطولة بتكون أصلا هي اسمها فرست لجوليج إحنا في سنة الفعال عمرية اسمها إكسبلور بتبدأ من ستة إلى عشر سنين البطولة ذات نفسها يعني بتهدف لتنمية مهارات الأطفال وإن إحنا زي نعلمهم سكيلز ليعلقوا بالهندسة بالعلوم المختلفة عشان هي بتهدف في الأساس يعني أن هي تبني جيل أنه قادر بعد مثلا عشر سنين عشرين سنة أنه يغير البيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه تشارك فيها كم دولة وعمل؟ حوالي البطولة عربية الفات تشارك فيها 12 دولة عربية كانت هنا بتقوم في مصر في مدينة شارم الشيخ كانت شهر اللي فات الحمد لله مصر حصلت السبع جويز في مجموعة المسابقات كلها إحنا الفريق بتاعنا ده خد أحسن برمجة للروبوت للمرحلة العمرية دي طيب لا تبقى شرح لنا بقى The Warehouse يعني إحنا شايفين ده المشروع The Warehouse يعني بالعربي مستودع أو مخزن تمام اشرح لنا ده براء يا أنا أنا بتفرج من أنتو بتحطوه أنا أريد زفهم وسمع أصوات أنا مبهور بالوضوع هي البطولة كل سنة هي البطولة الأساسية هي في أكتر من 100 دولة في العالم كله بينزلينا المنهة كل سنة في شهر 8 الموضوع بتاع السنة دي اسمه كارجو كونيكت بالفريق ده أن احنا نختار الكارجو دي ونشوف إيه المشكلة اللي بتواجهها وهي يعني نحاول نطلع حلول مبتقرة تساعد في حل المشكلة دي أبدأ بنور عملتي إيه يا نور اشرح لنا كده الموضوع بدأ معاك إزاي ووصلتي إزاي للموضا ده لا ما تتكسرينيش من هولها ولا لسه ماقولي هازي لسه تشرح لنا دمائتي قبل الهوا احنا مش هوا خالص احنا بنتكلمه طب نروح للليلة يمكن ليلة تشجعها ليلة قوللنا أنت عملت إيه يعني أنت كان دورك إيه في المشروع ده احنا ما كانت دوري في حاجة كنا كلنا بنعمل كلنا بنعمل حاجات مع بعض كنا لو في حد مثلا محتاج مساعدة كنا كلنا بنساعد بعض ما كانش في حد واخد حتة والتاني واخد حتة كنا ممكن كنا بنتقسم تيمز وكل تيم بيعمل حاجة طيب قال لنا ها نور طيب مين كان بيساعدك مستر مستر كان بيساعدك ازاي بقى كل واحد كان لي دور فعندنا ناس كتير عشان يساعدونا عشان نعرف نحفظ بنعد ايام كتير عشان نعرف نحفظ او نركب الموضل اتعلمت برمجة اتعلمت لغة ايه في البرمجة انجلس سهلة بسيطة طيب باش مهندس خانيه برضو اعرف من حضرتك فكرة اختيار اعضاء الفريق وان هما يدخلوا ويؤهلوا ممكن تشرح لنا اكتر تشرح لسادة المشاهدين ده بيتم ازاي هو احنا بنبدأ الاول يعني زي نعمل فترة تمهدية بنعرف اولاء الامور بتاعت الاطفال دي عن البطولة سواء بقى اي مرحلة عمرية احنا عندنا من اول اربع سنين في بطولة اللي هي نفس البطولة بس الفئة العمرية الاقل دي اسمها ديسكافر دي من اربعة لست سنين بعد كده من ستة لعشرة هم يتكشفوا مرحلة الاكتشاف اوه لو لسه احنا يعني زي اي مرحلة مهدية قبل دي فطبعا بنستخدم كيتس او طولز ابسط من كده شوية بس علشان نبدأ ان احنا نقدهم لحاجة زي كده من هم صغيرين فبنبدأ يعني زي واحدة واحدة نستخدم اساليب الستيم ادوكيشن عموما اللي هي ازاي ان انا يعني اوصل المعلومة بطريقة مبسطة جدا وفي نفس الوقت ان هم يبقوا مستمتعين بالحاجة اللي بنعملها احنا نظام التعليم عندنا مختلف عن المدارس شوية هو ان انا لازم ان انا اشرح جزء او ان اوضح جزء وبعد كده منبدأ نركبه طبعا باستخدام الليجو بلوكس حاجة كل الاطفال بتحبها فبتبدأ انها تبدع فيها وفعلا بتوصل الفكرة بطريقة اقوى كتير من الشرح النمطي يعني او نظام التعليم النمطي اشرحيلي يا نور ايه ده دوار هاوس يعني عملتي ازاي عملنا الديستينايشن وكله لا ارجوك يساعدوني ليه ها 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 شرح ينفع كده خانص طب بيشتغل ازاي اعرفها اه بالبريليم اطب ورهنا با بذلت كده لما اشرحيلي اشرحيلي ده لا اخديكي احد احنا احنا هارفوح من بعض فين خليكي اقعدة زي الفن هيا مسكت ببقية العربية هيا انا عايزك تبعدي بس اترجعي شوية بس عشان الكاميرا عشان الكاميرا لا حبيبتي ارجعي بس شوية عشان الكاميرا تجيب العربية اللي انتي هي العربية دي هي اللي حركتها انتي كده هتحرك العربية ايه عشان يعني عندناش بجيب العربية نفسها احنا بس اللي بنحرك تاب يلا حرك يعني ايه قلل لنبقى اشرحين نورينا كده ايه بيحطر احنا عندنا هنا سنسر عشان بيحس عشان عشان يعرف الحاجة دي تروح لجيت كاما عشان عندنا شعر صحيح عشان دي مثلا جيت وان عندنا شعر صحيح تحس وتقول إنها هتروح جيت كامل. آه، يعني دعنا أربع بوابات. في بقى سنسر أو حاجة بتخلينا يعني هي بتروح على أنهي بوابة صح كده؟ تختار البوابة الصحي اللي إحنا محتاجينها صح كده؟ طيب، وإيه كمان؟ ممكن نخلي ليلة بردو تشرح جزء. إيه رأيك؟ هنا بردو في الوير هاوس عندنا اثنين في هم تابتش الكنترول. للحاجات اللي هم، اللحوم والفراخ والإسماء. الحاجات اللي محتاجة هاللاجة، حاجات الأسكريم، اللبن كله، وحاجات الألبان. وهنا برضو السنسر ده بيقوله أنت داخل جيت كامل. لشان هو مثلا هو معاه حاجات من الفارم اللي هي الباكيج لوكيشن. وهنا جوه الترك في آيس بوكس. لشان الحاجات اللي محتاجة تابتش الكنترول. هذا آيس بوكس جاد. وبعدين؟ وهنا عندنا ثلاث دستيناشن. بيرس الماركت، بلس المبوضة، هذه الورقة، هذه الرباق، والهوم. وهنا في الموتور الاسبورت، هه هم بالحطة اللي بتحرك في الموتر. وهنا عندنا هب. ده البرين باع الروبوت، وعندنا سنسر هه اللي بيحيس، بيحيس لما هاجات تيجي قدامه، وهنا عندنا الموتر، كية تحت البيشباك. الموتر ده يعني بيحرك الجيرز الجيش دي اللي هي بيحركها عشان يلف الجيت ده ممكن يشتغل من من التابلت اللي معاكي دوسي كده حطينا العربية هوا إيه اللي هيحصل بلوها ها هي تفتحت ده هو الجيرز اللي بتتحرك لما البروغرامنج عشان هي دي مفروض البروغرامنج بتتحكم على دي عشان هي تتحكم عشان تعرف تفتح وتقفل يعني البروغرامنج ان هو بتتحكم في الجيت بتاعة البوابات عما ثانية عشان حسب الحاجة اللي دخل حسب الجود نوع البضايع اللي دخل صح كده من غير محد بقى يقعد يدور في عربية ونفتح عربية كبيرة صح كده انا فهم صح؟ لا انا حاسة ان اممكن اخش معك المسابقة ده موضوع ده موضوع ده موضوع ده انا فهمت هو موضوع ده طيب باش مهندس ممكن يعني تشرح لنا كمان تزود لنا كمان بقى معلومات اكتر من اللي قالوهالنا نور وليلة انتوا سوقوا طالع على الهوا خلي بالك طيب هو ده الموضل هو واحد من الثلاث اقسام بتاع المسابقة الموضل ده انه هو بيبقى عبارة عن مكت او يعني حاجة ان انا بعمل سيميليشن للمشروع اللي احنا بنعمله ده بيبقى في الراوند اللي قابليه اللي هو البوستر في لوحة كده اللي احنا بنكتب فيها المشروع من حيث المشكلة والحل فلو نيجي نكلم على الموضل هو الموضل بيبقى ليه شروط انه هو لازم طبعا من الليجو بلوكس ما يفعش استخدم اي ماتيريال تانية طبعا ما يفعش استخدم مثلا ورق خشب او اي حاجة وفيه مسبقات كتير بتشتغل بالشكلة دي بزرحة اه احنا عندنا لازم ان انا استخدم الكيت دي كاساسية كسوان الليجو بلوكس اللي هي الليجو كلاسيك برضو بيقع فيما تراي سبورت اللي ممه شرحوه اللي هو عبارة عن سمارت جيت السمارت جيت دي شغاله بإلكترونيكس اسمها ويدو تو هو دي البروغراميج لانجوتش اللي احنا بنستخدمها لالفاعة العمرية دي فبنبدا ان احنا يعني السوريوشان بتاعنا بدأ ان احنا حلينا حاجات جول ويرهاوس اللي هو الماقزن او المستودع السوبر ماركت قبل ما المنتجات توصل السوبر ماركت بتكون في فلقينا أنه هو ده المشكلة أنه المانجمينت بتاعته هي اللي فيها مشكلة أو مش مظبوطة بشكل كبير هي دي اللي بتأثر فيه جودة بقى البرودكت اللي بيطلع علينا هو لتأخير الأوردر الأوردر فيه أي مشكلة بيبقى مصدرها الأساسي ضعف الأدوارة بتاعت الويرهاوس فإزاي بدأنا نقسمها أو قسمنا الويرهاوس بقى من جوة وإزاي إن احنا خليناها مثلا بالسمارت جيت دي علشان يوفر وقت كبير على التراك درايفر ده أو العامل اللي هيبدأ سواء يدخل الويرهاوس أو يخرج منه ينطلق بقى يروح للديستنيشنز أو الأماكن اللي هيوصل فيها الأوردر إن الموضوع يتم بشكل أسلس وفي نفس الوقت توفير وقت قلتلتني ليه علاقة بالبيئة أو بالاقتصاد الأخضر نشرح الحتة دي؟ هو إحنا استخدام زي ما حيك شايف في سولر فانيلز على السطح بتاع الويرهاوس وعلى أكتر من مبنى ده بيبقى عبارة عن الوحشة المسية طبعا بنستخدم البيئة النظيفة يعني منها إن هي مساهمة إن إحنا في عدم تلوث البيئة ومنها جانب اقتصادي إنه بيوفر في التكلفة وده يعني كان ستاندرد من الستاندرد الأساسية في البطولة إن إحنا نحاول نوفر سليوشن في نفس الوقت بيوفر فيه التكلفة الإجمالية للمشروع طيب باش مهندس بقى اشرح لنا يعني أولا المشروع ده خد منك وقت قد إيه؟ كرة طفلة آمد بإيه فيه؟ هل بتخلصوه في وقت محدد ولا بيركبوه في وقت معين مسلا يوم البطولة؟ اشرح لنا أكثر أقول لحضرتك الفاعة العمرية دي إحنا مش بنركب في البطولة إحنا بنروح بالموديل جاهز بديبقى بنسافر به زي ما هو كده إحنا حوالي الموديل ده بيستغرق من هنا وقت من شهرين لشهرين ونص سيشن كل أسبوع الفريق بييجي سيشن مدتها ساعتين لتلاتة طبعا قبل البطولة بنزود عن الوقت ده شوية الشغل طبعا كله ما بيبقاش على الموديل بيبقى جزء على الموديل وجزء على البوستر وجزء على الكاتيجر التالتة في البطولة اللي هي اسمها كور فاليوز دي إحنا نبني التيم وزي يشتغل في تيمورك وده الجزء الثاني من سؤال حضرتك اللي هو دور كل حد في الفريق بنبدأ أن احنا نقسم التوسكس يعني مثلا كل واحد بيبقى مسؤول عن تركيب مثلا جزء معين عن برمجة جزء معين ونبدأ نشوف أن هم يعملوا فوت على اختيار مثلا الألوان اللي هيستخدموها الديزاين المبنى مثلا اللي احنا هنعمله فده بنبدأ نعلمهم في خلال مدة التدريب هي تقريبا تطرح بين 3 ل 4 شهور إجمالي يعني بالنسبة للبطولة دي بنبدأ أن احنا نعرفهم أو يعني نعلمهم ازاي يعملوا منجمينت للتيم عشان يقدروا ينجزوا الشغل المطلوب في أسرع أنا اللي يهمني اتعلموا لغة برمجة برمجة نوعها ايه طبقوها ازاي وممكن يستفيدوا منها ازاي احنا بنعد أجيال للمستقبل يعني بنحط البذرة في الأطفال دول عشان لما يجبروا يبقوا مخترعين كبار احنا ادينا لهم ايه طريقة البرمجة او البرمجة اللي في الفئة العمرية دي هي الويدنطو زي ما قلت لحضرتك اللي هي الجزء الابيض ده ده عبارة عن سمارت هوب ده اللي بيبقى الكنترولر بتاع الروبوت بواجه عام بيبقى فيه موتور هو اللي بيحرك الأجزاء المتحركة عندنا فيه سنسورت برضو حسب السنسور اللي بنحتاجه فيه الموترائي سبارت ده بنبدأ ان احنا نستخدمه هدفها ايه او لما هيكبروا هيستفيدوا ايه منها احنا بغضل نظر عن اللغة البرمجة اللي بنستخدمها هو الاساس في البرمجة انه هو طريقة التفكير زي ان انا بعلمه طريقة التفكير انه هو يتخيل كده لو العربية دخلة مثلا هي محتاجة الدرايفر ده او اللي هيسوق العربية هو محتاج ايه محتاج يعرف ايه محتاج يعرف هو هيدخل على انهي جزء بالظبط بدل ما يدخل على الويرهاوس كله هو مش عارف هو رايح علي فاحنا بنوفر وقت طيب ده بنعمله ازاي بنيان على البروغرامنج ان احنا بنشرح ان احنا لو عندنا سمارت جيت مثلا في اي مكان يعني اي بوابة احنا دخلنها في اي مول او اي حاجة بتبدأ ان هي بالسنسورز ان هي تفتح مثلا لما انا اقرب منها فكل المفاهيم البرمجة دي بنبدأ ان احنا واحدة واحدة نشرحها ونبينها فيه بشكل اكتيفتز بسيط ان هو يقرب برضو الفئة العمرية دي احنا الاستعاب ما بيبقاش اقوى شيء لان بحكم السن فبنبدأ واحدة واحدة ان احنا نشرح كثير قوي علشان نبدأ نوصل الفكرة ونبسط الفكرة على قد ما بنقدر طيب يعني احنا شايفين لايلة ونور واكيد فيه كمان غيرهم من اعضاء الفريق والفريق كان ستة 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 سنهم صغير قوي ما شاء الله ايه اللي بيحصل بعد كده يعني بعد تأهلهم في المرحلة دي مرحلة الاكتشاف او الاكتشاف ايه اللي بيحصل بعد كده هل بيبقى فيه فئات عمرية تانية في نفس المسابقة يعني احكي لنا برده في الفئة الاعلى اسمها فيرس ليجو ليجي تشالنج دي من تسع على ستاشر سنة دي بيبدأ ان هو بعد ما يتأسس في مرحلة الديسكيفور والإكسبلور بيبدأ يدخل على مرحلة جديدة يعني زي ما نقول كده هي نقلة كبيرة جدا بالنسبة للكيتس المستخدمة بالنسبة للبروجرامج لانجودش اللي احنا بنبدأ نشتغل عليها النظام البطولة عموما برده وكده بنبدأ نعمل ماتشوت بقى نعمل الروبوت بيتحرك يعمل ميشنز على ترابيزة فبيبقى الشغل فيها مختلف تماما بس المرحلة دي كدسكيفور أو كأكسبلور هي بتبقى مهمة جدا جدا في تأسيس الهتفل بالنسبة للمشروع نفسه المشروع بيتغير لانه هو المشروع اقصد انه احنا عملنا مادل او عملنا بروتو تايب لمشروع ايه اللي بيحصل بعد كده في المشروع ده احنا يعني في البطولة يعني يوم البطولة هم الولاد بيتكراموا على انجازهم طول السيزون مش على المشروع فقط يعني اه على الفكرة التصميمية بتاعت المشروع فكرة الحل فكرة كل حاجة بس هو في المرحلة دي هي مش مرحلة نفسية هي مرحلة تشجيعية فكل الفرق بتبدأ انها تكسب جوائز مختلفة فبعد كده مفروض يعني فيه الجهات مثلا لو فيه فكرة مشروع قوية او حاجة تبدأ تتمنها مثلا شركة او حاجة ان الحاجات دي ممكن تتنفذ على ارض الواقع ده بيحصل كده كده في الكل ستارتابس اللي بعد كده يعني طبعا نعم شفناها مثلا في مشاريع جامعية شفناها حتى في مشاريع طبعا عملوها شباب من سنوي بس انا عايز اوصل للحظة الانتصار لحظة اعلان الفوز وان مصر فازت انتوا كنتوا بتمثلوا مصر صح وكان فيه دول تانية احكي لي بقى عن القصة قابلتي جنسيات عاملة ازاي من دول عاملة ازاي ولما طلعتي حسيت ازاي انك بتمثل مصر هتقلت اي دي حاجة يعني بالنسبة لك لحظة مش هتنسيها ولا ايه كنا لقينا ناس كتير من بلاد تانية يعني لقينا ناس من المغرب ولقينا ناس من بلاد كتيرة جدا كنا مناوض مع بعض ونشوف الموديلز بتاعت بعض والبوسترز يعني متفرج على حاجات بعض ده وكان يعني احساس حلنا شوف كذا بلد اتعرفت عليهم وخدت ارقام تلفوناتهم وحتفهموا بقى تعملوا ايه ولازم تعملي ده انت مش قيارة بقى طيب نور انت يعني ليلة قالت ان انت كنت بتشوفوا مشروعات بتاعت كمان فرق تانية موجودين في المسابقة فاكرة اكتر مشروع عجبك؟ غير مشروعك مش فاكرة؟ هو مشروعك عنه واحد؟ لا كله كله حل؟ مش فاكرة واحد يعني بعينه لفت انتباهك او كنت مهتمة ان انت تعرفي عنه اكتر؟ اه كله حل يعني كله عجبني طيب انت بقى وانت مسافرة البطولة كنت بتفكري رحت السكر وروحت مرتين FLL اللي هي في اسكندرية والسكر برضو في اسكندرية وكسبتي برضو؟ شايف السكة طيب حكيلي عملتي ايه؟ يعني انت عمله بتقولينا قسابي مسابقات انت بالنسبة لنا يعني اشتر مينيان ومصطفى دلوقتي مش عارفين انا هههه ايه وعدت تكسبي؟ انت بطلة النهاردة احنا بنكرمك انا بقدم كنا مبسوطين جدا عشان كنا بنخرج وكنا بنادل بول مع بعض وكنا مدلل بنادل نلعب مع بعض فكنا مبسوطين وكان فيه جالا نايت يعني كان فيه حفلات في البطولة بقى فيه اكتبتي زياني احناك طيب نور طبعا متكباري عايزة تجي ايه؟ تعملي ايه؟ انا بمهندسة مهندسة طيب ليلى جرافيك ديزاينر انت محددة من دلوقتي انت عايزت ليه جرافيك ديزاينر بازد؟ يعني عشان انا اصلا بحب الارت وان باخد ساسرينارت ويعني الانجينيرينج زي الروباتيكس قريب منه فانا قلت ان انا هتخل للاثنين تشاطرة في الكلورينج في التلوين بتعرفي تعملي اللون كويسة وتحطيها جنبها تشتغلي على برامج معينة اشتغلتي فوتوشوب اشتغلتي خالص؟ المعقولة عمال كده ومشتغلتيش الحاجات التانية طيب يعني لسه باخد ساسرينارت عادية اه احنا مبسوطين بيكو قوي يعني حقيقي انتو رفعتوا راس مصر واحنا بنتكلم دلوقتي على أو مشروعات متعلقة بالتكنولوجي او متعلقة بالروباتيكس اه ففكرة انه ترفعوا اسم مصر في مسابقة عربية دي حاجة حلوة قوي لازم تبسطوا من نفسكم جدا 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 متعرفين انتو شطار جدا وباش مهندس احنا بنشكرك الحقيقة جزيل الشكر ويعني فخورين بيكو جدا ونتمنى ان يكون في مشروعات اكتر واكتر كمان الفترة اللي جاية ان كان ليلة ونور او الفريقهم كمان او فرقة تانية بنشكرك جزيل شكر المهندس محمد طارق مدرب علوم ورمجة الروبوتس وايضا طفلة نور سامح والطفلة ليلى محمد عدل نورتونا كلمة اخيرة الهند بدأت كده الهند بدأت بتعليم الاطفال علوم البرمجيات في المدارس وفي المراحل الاولى النهاردة الهند اكبر دولة في العالم في صناعة البرمجيات النهاردة مدير جوجل هندي عارفة كده فهم يعني وسطوا المراحل متقدمة جدا نتمنى ان مصر تسير على خطى الهند وان شاء الله هنشوف اجيال تانية زي دي تفرحنا يعني تبسك كده ان احنا قدام ان شاء الله افضل في هذا المجال شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة